موسيقى 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 مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم معي لكم وصفة او طبخة من عدن وممكن كمان بلاحق يعملوها اللي اسمي خضره مضره ايش هي خضره مضره هي عباره عن خضار يعني ناضقه كده يعني تخلو الخضره تنضق كتير عرفتو عشان كده يسمونيه خضره مضره هي اساسا بلا لحمه هي بس بالخضار بس انا عملت في بيه لحمه وهذا الشي اختياري خلونا نبدأ بالمقادر وطريقة تحضير هنا عندي كمية من السمنة وشوية من الزيت واضفت علي بصله مفرومه ناعم اخليه بس تتشقر طبعا تستخدموا الخضار اللي معاكم وانا قلت لكم هي بلاء من غير لحم يعملوها وحطت شوية سلصات طماطم وفيها يعني حباء طماط حباء بطاط حباء من كل شي حباء حباء يسوق عرفتو حطتي اللحمة عشان تتشوح كده مع سلصات الطماط لانه سلصات الطماط عشان تبعدوا الحموضة حقها لازم تتشوح عرفتو او المرارة حقها لازم تشوحوا سلصات الطماط وكمان شوحت اللحمة لما كدت غيال لونة اضفت الخضار اللي عندي البطاطا والكوسة هي شوفو الخضراء مضراء هي اساسا كل انواع الخضار اللي لونة خضراء يعني مثل الكوسة كمان البطاطا تضوفو وكمان الرقلاء او الرقناء نحنا نسمياه في عدن كمان تضوفوها تطلع حلوة هنا باقي علبة تصلصة حطيته وكمان شوحوها تمام لازم الخضار تتشوح عشان ما تتكسرش معاكم لاني اني طبخته بقدر الضغط هنا اضفت فصين من الثوم او ثلاثة فصوص من الثوم مع ملح اطحنتهم وخلاص اضفتهم شوحها كده تمام طبعا كل المقادير بكتبلكم بصندوق الوصف الان بضيف اللي هو طماطم اني عصرت حبتين كده طماط واضفته يفضل انه ما تكونش الطماطم يعني كتير حمراء لانه نحنا نسمياه خضره مضره يعني هي عبارة عن خضر خضره وكمان المضرقة تلكم ان الخضر تكون دائبة دائبة كده هنا اضفت شوية كركم وشوية من الكاري وفلفل اسواد وكزبرة فقط من في باش بوهارات مشكلة بس هذي البوهارات حقي عدوا بعضهم يعملوني بس على كاري بس يعني وخلصوا فلفل الاسود وقلبتهم تمام اذا وصلتوا له هنا لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا قرس الاشعارات وتكتبوا لي كومنت وتعملوا لي لايك بليد تمام وهنا اضفت الملح طبعا الملح حسب الرغبة اضفت ملعقة ونص صغيرة واضفت الماء الساخن عشان الان بضغطوا يعني بخليه يندغط عشان اللحمة تستويه لكن لو كان خضار ما بتحتاجوش يعني من غير ما تضوفوا لحمة اعملوا نفسه بس من غير اللحمة ما بتحتاجوش قدر الضغط اذا كان كله خضار خلص الان اني ضغطوا لمدة عشرين دقيقة شوفوا بعد عشرين دقيقة بفتح على الضغط وبيكون اللحمة بقي يعني خلاص استوت شبه مستوية الان بضيف نوع الخضرة التانية اللي ما تحتاجش انها تنطبخ كتير زي الاس زي البامية زي الفصولية اضفت البامية واضفت الفصولية الخضراء وكمان اضفت كده رشة من الكزبرة طبعا بقولكم حاجة اذا معكم رقلاء او رقناء تطلع لذيذة تطلع صح خضراء مضراء صحيحة وهنا شفتو شوية نشف علي الماء اضفتو لاني اني شتي في بيكون زي الخصار شوية بعضهم شوفو ما يضوفوش ماء كتير خلوها ناشفة هذا حسب الرغبة تمام وبعد كده خلاص الان كده قلبوه تمام بس من غير ما قلبوا كتير عشان البطاطا اخر شي رشيت عليه كزبرة ناشفة اضفت عشر البطاطا والكوسة متكسروش مع التقليب خلاص الان شوفو ضغطو عشر دقايق بعد عشر دقايق ما شاء الله ايش اقول لكم رشيتو كده كزبرة ايش الريحة تقنين طبعا اني قدمته مع الخبز يعني عملته زي الفتة تقدروا تعملونه مع الخبز تاكلوه او تقدروا تاكلوه مع الرز بعضهم قلتكم يخلونه ناشفة يعني ما في بصص ناشف يحطو له بدنجان كمان بس اني هادي طريقتي بالخضرة مضرة يعني زي طريقة امي وقالت لكم اذا موجودة رقنة او رقلة تطلق احلى واحلى هذا الخبز شوفو اللي يستخدموه هنا في مصر يستخدموه للفتة حقهم فتة حق مصر لكن انا استخدمتوه مع الادام هذا او الخضرة مضرة يعني بتاكلوا حاجة قدر روعة بصراحة انا عقبني مع الخبز لكن جاي الشي تقدموه معرز قدمو معرز وينفع كمان قلت لكم مش لازم لحمه هو اساسا من غير لحمه انا بس لانه معي وصلتي اللحم حطيته نحنا نقدر ناكله بالعشات عملوا انه عشاء كده ناشف اعملوا لهش كتير صوص عملوا انه كده ناشف وقدموا عشاء مع خبز ومع عيش مع روتي روعة انا انا عملتو غداء شوفو عملتو غداء وحطت تحت الفتة واكلناه ما شاء الله عبينا بطولنا الحمد الله والشكر وما شاء الله الخضار ناضقه شوفو زي كيف بس مش انه مفتوتة فت لا يعني تحسوه خلاص بتتكسر قده فهمتو كيف بس البامية موجودة الكوسة موجودة البطاطا موجودة فهمتو يعني باينة مش انه بس انه طرية مهرية تكون طبعا عادي قلت لكم اذا بقدر عادي بدست عادي بتنهاري كمان كده خلوه تندق تمام او انه تقدروا تعملوها بقدر الضغط عشر دقايق وخلاص كل الخضار تستوي بس اذا بتعملون ان يفضلوكم خضره عادية من غير اللحمة اعملوها بدست عادي قدر عادي ما شاء الله شوفوا البطاطا كيف بس اذا ضغطت تلاقوها مهروسة هرس بعدين كده زي انتو بالكزبرة الخضراء عشان يفتح لهم نفسهم وتعرفوا الاخضر يقوي النظر طبعا اشتي اكلمكم عن النظام والتنظيم والحياة المنظمة انتم سألتوني انتو منظمة انتو شوفوا اني زي اي احد اكيد مش منظمة يعني ما بكونش يجيري ايام اني اكون عادي معايا اشغال معايا اشياء مش منظمة بيتي مش لازم يكون 24 ساعة نظيف صراحة بقولكم اني زي اي احد مراتي مر علي البيتي ميكونش نظيف لازم انظفه عادي يمر علي مرات تعب اي حاجة يشغلني يعني لكن شوفوا بقولكم حاجة اني عندي حاجة جدا حلوة واستفدت منه واشتي اخليكم تستفيدوا كمان بس شوفوا كيف الخضرة مضرة كيف دايبة واللحمة دايبة اقولكم اش لديدة الاكلة تجيبي العافية طبعا اشتي اكلمكم على المنظم الاسبوعي او النظام الاسبوعي او القدول الاسبوعي دايما اكتبوا حق سبع ايام اش بتسوو اش تشتو تسوو مهامات عندكم زيارة عندكم حاجة مهمة تدريس اعيالكم ايش هذا الشي ينظم لكم شوفوا ما بتحسوش فيبو بالبداية زي ما بتحسو فيبو بعد سنة بعد مش بعد سنة بعد كم شهر بتحسو في انو حياتكم او شهر تقريبا شهر بتحسو انو انتظمتوا كده تويتوا منظمين في وقت فيبو بركة زايد لانو بديتوا تنظموا حياتكم هذا كيف تعلمتوا تعلمتوا اني من اليوتيوب بصراحة فبديت امشي فيه شوفوا لاقت نتيجة صحيان بدري حياة منظمة في وقت في ببركة خلاص بيتي على طول نظيف يعني خاص كاتبة حتى مهام التنظيف مهام كل حاجة يجب اوضح لكم شفتوا حق سبع ايام وهذه الاسابيع شوفوا تتكرر نفسي تتكرر الاسبوع اللي قاية هو ايش التكرار هذا النظام انو يتكرر معاكم مع اختلاف اشياء بسيطة بالايام صدقون توصلوا الى ايش انكم تنظمتوا تماما حياتكم تنظمات عيالكم تنظموا كمان انتم مفسيتكم احسن قربوا هذه القدوى الاسبوعي اكتبوا القدوى الاسبوعي وبدأوا اكتبوا وخططوا له واكتبوا مهماتكم اول وايش شو تسووا من تنظيفات من اي حاجة اذا حابين نتكلم على ونتطرق بموضوع بفيديو خاص اكتبوا لي هذا كان الفيديو بالعافية ليولوكم اذا عقبكم لازم تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت سهل ومنكم